السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله غد نوجد معكم مقروط بالديب الأعشاب كي يجي لديد وهشيش غنوجدوه بجوش ديال الطرق بالنسبة لطريقة اللولى غد نقليوه وهذا اللي قليناه وبالنسبة لطريقة الثانية غد ندخلوه الفران بالنسبة للفرن كذلك حتى هو كي يجي لديد وكي يجي الشيش بالنسبة للناس اللي دارين الرجيم وهنا السميد اللي غد نخدموه به تكون الحبة ديالو متوسطة كنأكد عليكم يكون من الحجم متوسط خضينا كيلو ديال السميد من الحجم متوسط غد نضيفو له نسكيلو ديال البلبولة رقيقة كنأكد عليكم كذلك تكون رقيقة بالنسبة المكونات عندنا الصانوج عندنا النفا عندنا الخزامة عندنا الزعتر القرفة الزيت البلدية الزيت المائدة الزبدة عندنا كذلك زلجلان عندنا القوزة وكذلك القرنفل وحتى الملحة غد ناخدو جوش الملاعق ونصف من الصانوج اي الحبة السوداء وانتم ما ركتعرفو المنافع ديالها وكذلك جوش الملاعق كبار ديال الخزامة وكذلك جوش الملاعق كبار ديال الزطر وملاعق كبار ديال القرفة جوش الملاعق صغار ديال القرنفل وبالنسبة هاد المكونات يمكن لكم تحيدوا شي حاجة اللي ما كتبغيوهاش وهنا غدي نضيف القوزة كيمية القوزة كتبقى اختيارية والملحة باش كنحسنو الدوق دابا غدي نضيفو زلجلان اي السمسم جوش الكووس ديال العنبة تقريبا ميتين وخمسين جرام كنحاولو كندخلو هاد المكونات مزيان سميد عدا غدي نضيفو زيت زيتون كأس ديال العنبة كأس ديال العنبة ديال زيت المائدة وكأس ونصف ديال الزبدة مدوبة كندوبوها حتى كتولي بهاد اللون وكنصفوها من الحليب ديالها وكنبدا وكنبسوه في هاد السميد بهاد المكونات مزيان كندخلو هاد الدهون هاد هو الخالط اللي كنحصلو عليه كنجمعوه بهاد طريقة كنغطيوه بالبلاستيك الغدائي نغطيوه بشيما الليل وكنخليوه بعد الوقت انا بالنسبة لي اجمعتوه في الليل وخليتوه حتى الغتلين مع الصباح يمكنكم تخليوه غير مدة اربع ساعات كافية هنا بالنسبة للخميره اخذينا ورأس ملعقة صغيرة ضفنا لها شوية ديال الماء وصشي ديال الخميره ديال حلوه من فئة سبعة جرام ضفت كأس ديال ماء الزهر ايه كأس ديال العنبة بالنسبة لكمية ديال السوائل اللي ضفت ما بين الماء والزهر هي سبعمية وخمسين ميلي لاتخ يعني كأس ديال الماء الزهر زائد اربع كؤوس من الماء يكون شوية دافي ما يكونش سخون غير دافي واحد شوية وكين ماشته كان نجمعها بين يدية حتى كان نحصل على هاد القوامب وهنا غنبدأ نشكلها على شكل كورات بهاد الشكل بحلاقه كملاحظة في حالة إليك الخالط ما كيجمعش ضيفو شوية ديال الماء لان يقدر يكون سميت كيشرب وهاد المقروض القليدي كنعرفوه من زمان كيكون موجود في السوق ولكن ماشي بهاد الجودة والإتقان وغالبا ما كيكونش في هاد المكونات كاملين لذا كان نصحكم انكم توجدوه في الدار لانه ساهل وصحي بالخصوص الى طيبتوه في الفرن وسقيتوه بعسيلة حرة غادي يكون صحي مئة في المئة ونرجعو الخالط ديالنا وغان ندعو نطلقوها بدلاك غريا خاسنا نخليوها بقسمك ديالها شوية غليط ما ما ترقوهاش كيما كتعرفو المقروض ما كيبغيش يجي ارقيق إلا رققتوه غايجي قاسحة بالنسبة المقروض اللي غادي نقليوه كيف نكملوه نبداو نطيبوه فيه باش ما تفوتش فيه الخميرة لانه لفاتت فيه هالخميرة اثناء القلي غي بديت يتحلينا وكنحاولو نشكلوها بهات الشكل وكنقطعوها على شكل معين كيكون عرض ديال الشارط تقريبا ثلاثة سنتين نتمنى ان الطريقة تكون واضحة وانتو ما تحكموا في الحجم ديال المقروض ديالكم واش بغيتوه صغير ولا كبير اما بالنسبة اللي غادي نطيبوه في الفرن ماشي مشكيل وانا كنفضل ديال الفرن كيكون ساهل بزاف وكيف تخرجوه من الفرن نسقيوه وهو سخون هذه هي الكمية اللي حصلنا عليها هنا عندنا الزيت عندنا العسل اللي مدفينا وعندنا كذلك الشبكة اللي غادي نحطوه فيها بعد ما سخلينا الزيت عادة غادي نوضعوه فيه المقروض بهذه الشكل بالنسبة للحرارة ما تكونش منخافضة وما تكونش عارية تكون متوسطة وبالنسبة للمقروض ما كيبغيش تحرك بزاف الأول كان نرميو كان خليه حتى كيشدراسو عادة كان نقلبوه وكانشوفوه واشطاب يلح السينابي شدراسو عادة يمكننا اننا نقلبوه هذا هو اللون ديالو نحاول اننا ما نغمقوش كتر من هكا لان ما زال غادي نطفيوه في العسل يجميع المعسلات اثناء القلي من فوتوه لها الطياب انا من اللي كان نديروها في العسل كي تزاد اللون ديالها وكي يغمق ومن الافضل بالنسبة للمقروض خاصنا نخليه في العسل واحد مدة بالنسبة لكاسرونا جاتني صغيرة في القليان من الافضل خودو شي مقلع ولا تنجرة تكون واسعة بالنسبة لي انا كملت الطياب في المقلع كتبقي باش تقلبي على خاطرك وتشوفي اللي طابت واللي من الافضل خودو شي حاجة واسعة وبالنسبة للمقروض اللي كان طيبو في الفرن كيف نخرجوه نسقيوه بالعسل وهو سخون ونخليه واحد لمدة حتى كيتشرب لينا مزيان بالعسل واثناء الطهي نصخنو الفرن على ميتين درجة ملي نحسو بالفرن نصخن نخفضو من من الحرارة المئة وسبعين حتى المئة وثمانين عدا كندخلو الصينية ديالنا وما نخدموش الفرفارة نشعلو علي غير من اللي تحت ونخليه حتى كيش تدرسوا واحد شوية عادة كنشعلو عليهم من الفوق بالنسبة لهاد مقروض ديال الفرن كيجي ساهل بزاف ما كي ياخدش منكم لاوقت ولاحتام جهود وهو مقروض ديالنا بعد ما وجدناه نتمنى انه يعجبكم حتى انتم توجدوه بهالطريقة وبالنسبة للحواميل ما تاكلوش هاد المقروض لانه سخون وفيه العشوب ونتمنى ان الفيديو يعجبكم وانتلاقاه وان شاء الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة